تشير معطيات الواقع العراقي إلى تأزم ساحة الصراع بين أمريكا وإيران حيث شكلت هجمات الميليشيات الأخيرة على السفارة الأمريكية في بغداد رؤية جديدة للإدارة الأمريكية حول مصالحها في العراق وكالة فرانس براس نقلت عن مسؤولين في بغداد أن الولايات المتحدة بصدد خفض عدد دبلوماسيها العاملين في سفارتها ببغداد في إجراء أمني مؤقت وهذا يطابق ما ذكرته مجلة بوليتيكو الأمريكية في وقت سابق أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت سحب نحو نصف عدد الدبلوماسيين من السفارة الأمريكية في بغداد وتعز المجلة هذا التوجه إلى نقض الميليشيات للهدنة غير المعلنة بين أمريكا ووكلاء إيران في العراق ومعاودتها استهداف المصالح الأمريكية الرد الأمريكي بحسب مصادر لن يقف عند حد تخفيض عدد الدبلوماسيين في السفارة الأمريكية بشكل مؤقت وإنما قد تلجأ واشنطن في آخر أيام إدارة ترامب إلى تنفيذ ضربة قوية للنظام الإيراني خارج حدود العراق ويشي بهذا التوجه قيام أمريكا بإرسال قاذفة بي 52 المدمرة إلى مياه الخليج العربي ما أثار توقعات بأن يختم ترامب رئاسته بضربات قوية ضد النظام الإيراني وترتبط التطورات في الخليج العربي بالواقع العراقي من حيث أن أمريكا تدرك أن استهداف سفارتها في بغداد ليس عملاً محلياً وإنما هو جزء من التحرك الإيراني يندرج تحت وحدة الصراع ضمن مسار المشروع الإيراني وبالنسبة للعراق تعد الميليشيات العصب الرئيس للمشروع الإيراني وإن أي استهداف لها يقيد حركتها أو يقسم ظهرها سينعكس سلباً على كامل مخططات خاميناء الإقليمية فالعراق في قلب عاصفة التقلبات الإقليمية في الشرق الأوسط المتأزم